تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى مجز أخبار الآن أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في جدة الشانزليزي في العاصمة الفرنسية باريس الذي أصفر عن قتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة الخطورة ونقلت فرانس برس عن وكالة عماق التابعة لتنظيم داعش أن منفذ هجوم الشانزليزي يدعى أبو يوسف البلجيكي وهو أحد مقاتلي داعش من جانبه قال الرئيس الفرنسي في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن اجتماعا أمنيا طارئا سيعقد اليوم بحضور كبار مسؤولي الاستخبارات والدفاع أصنفت الجمعة عملية تهجير سكان بلدات سورية محاصرة إلى مناطق جديدة داخل البلاد بعد 48 ساعة من الانتظار في الحافلات على نقطتي عبور حيث أدى تفجير إلى قتل عشرات الأشخاص قبل عدة أيام وأوضح المرصد السوري أن قسم من نحو 60 حافلة تقل المدنيين الذين تم إجلاؤهم من بلدتي الفوعة وكفرية تحرك من منطقة راشدين غربي مدينة حلب وفي الوقت ذاته تحرك قسم من 11 حافلة تحميل المدنيين من الزبداني ومنطقتين تسيطر عليهم فصائل المعارضة في محيط العاصمة دمشق أعلن قيد الشرطة الاتحادية في العراق الفريق رأى الشاكر جودة قتل القيادي عبد الله الحسيني وهو أحد أقارب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بالإضافة إلى قتل ما يسمى بوزير ديوان الزكاة في التنظيم بعد استهدافهما في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وضف جودة أن القوات الأمنية العراقية لجأت إلى استهداف القيادات الميدانية لداعش بواسطة القصف الموجه وتكثيف الرصد الاستخباراتي لتحركاتهما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى دورا للولايات المتحدة في تسوية النزاع القائم في ليبيا باستثناء هزيمة متشددي تنظيم داعش الإرهابي وعد الرئيس الأمريكي ذلك الدور أساسيا للولايات المتحدة سواء كان في ليبيا أو العراق أو أي مكان آخر في العالم جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي في العاصمة الأمريكية واشنطن أعلنت نيابة العامة الألمانية توقيف المشتبه بتنفيذ الاعتداء على حافلة فريق بروسيو دورتموند لكرة القدم الأسبوع الماضي مشيرة إلى أن دوافعه كانت مالية وليست إرهابية وضافت أن نيابة الفيدرالية أمرت وحدة نخبة في الشرطة بتوقيف مواطن ألماني روسي يدعى سيرجي دابليو وقالت إن المشتبه به الذي راهن على انخفاض سعر أسهم نادي دورتموند كان يسعى إلى التربح المالي نهاية موجز في أمان الله اشتركوا في القناة